سيد سالم لبيض لك الكلمة أنا أولاً أحب أن أقول لتوانسة قائماتنا قائمات حركة الشعب موجودة في كل الدوائر وهذه القائمات مطروحة إذا انتصرنا في البرلمان ستكون بديل لإتلاف الحاكم الفاشل الذي انتهى بتونس إلى ما يشبه الإفلاس وإلى أزمات هيكلية معناها تكاد تكون مستعصية حلها نحن في حركة الشعب نؤيد قيس سعيد ولكن ندينه بشدة نؤيد رشح وسنصوت له ولكن ندينه بشدة سجن نبيل القروي كمرشح للرئاسة أخلاقياتنا ما تسمح الناش باش نؤيده إجراء معناها فيه تدخل في القضاء وأدى إلى سجن مرشح رئاسي نحب أن نقول الأهلي في منجردان قمت بعملية بطولية سنة 2016 وتصدتوا لداعش ولو لاكم لكانت داعش الآن في بنزرط ولكنت إمارات دينية في كل مكان للأسف ما عوضوا لكمش ولكن عوضوا لعمليات إرهابية أخرى وهذا فيه ميز معناها غير إيجابي كان المفروض نميزوهم نحب أن نقول الأهلي في الهجرة وللأسف نوابكم في الهجرة ما دفعوش عليكم احنا بدلنا كل الجهد بجربنا لكم البابور في سنة 2017 ولكن أخلت الحكومة بوعودها أحنا عنا قائمة وهذه كلها مبادرات هذه محتويات متع نصوص قادمة أهلنا في الهجرة إن شاء الله تكونوا منتصرين وتمثلوا الطوانسة أحسن تمثيل وتدافعوا عليهم وعلى مصالحهم قائمتنا في قفصة في بوزيد في قبلة قائمتنا رقم أربعة في مدنين نحن بإذن الله سنكون منتصرين وستكون عندنا مشروع وطني كبير لهذا البلد سينخل تونس مما هي فيه شكرا للمشاهدة